تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي الدولة اهتماماً بالغاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعد المنطقة الصناعية غرب جرجا من المناطق الوعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين تولي الدولة أهمية كبرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هنا بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا جنوب محافظة الصهاج مصنع للبطاريات الإلكترونية متنوعة الأحجام ويتميز المصنع بجودة منتجاته وتم من خلاله توفير فرص عمل للعديد من الشباب نحن ننتج بطاريات جافة وسائلة متنوعة الأطرازات 40, 70, 80, 90, 100 و150 البطاريات طبعا نحن الضبطين الجودة وجودة عالية على أساس تعيش في المناطق الحارة والخدمة الشقة المصنع ضمن 178 وحدة صناعية بغرب جرجا ويعمل على مدار اليوم من خلال عدة ورديات ويوفر فرص عمل لأكثر من 30 شابا من أبناء محافظات مصر المختلفة عندنا في المنطقة الصناعية هنا أكثر من عميل بيتردد علينا هنا وياخذن المنتج بتاعنا طبعا الهنجر هنا مساحته قويسة بالنسبة لنا ونسبة للمكان بتاعنا اللي في المكان المرافق هنا يعني متوفرة بالنسبة للقهرباء بالنسبة للمية بالنسبة لجميع المرافق يعني المنتج بتاعنا منتج جميل والمنتج حاجة محترمة حاجة محترمة في السوق وتمام يعني الحمد لله احنا شغالين والمصنع جديد ونجمع البطاريات والحمد لله تمام المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين كما أن تنمية المناطق الصناعية وتطبيرها يمثل الحل الوحيد لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلة البطالة